ازمة الطاقة تشق الصف الاوروبي هذا الانتقاق يبدو جليا بين حين واخر فقد دعا رئيس وزاراء هنجاريا فيكتور اوربان لاعتماد استراتيجية جديدة بشأن الحرب في اوكرانيا تركز على مفاوضات السلام بودابست التي تعد الصقر الاوروبي ضد عقوبات اوروبا اكدت ان سياسة العقوبات لم تؤثر على موقف موسكو بشأن العمليات العسكرية كما صلتت زيارة وزير خارجة هنجاريا الى موسكو وطلبه مزيدا من الغاز الضوء على مدى تباين المواقف الاوروبية حيال السبو لتخطي ازمة الطاقة خصوصا وانها جاءت عقب طلب بروكسل من الدول الاعضاء تقليل الطلب على الغاز بنسبة 15% لتخطي التباعية لروسيا في هذا المجال بحسب وصف الاوروبيين وصرح الوزير الهنجاري ان الهدف من الزيارة ضمان استلام شحنات اضافية من الغاز الروسي قدرت ب700 مليون متر مكعب تضاف الى 4 مليارات اخرى كانت تحصل عليها بودابت سنويا قبل النزاع في اوكرانيا واضح ان الظروف الراهنة تفرض تأمين هذه الكميات الاضافية ولا يمكن الاستغناء عن روسيا ويضم معسكر رافضين للخطة الاوروبية اليونان والبرتغال واسبانيا كذلك تقول مصادر اوروبية ان هناك تحفظات ايطالية فرنسية قبرصية اضافة الى مالطا هذه الانقسامات وكذلك الازمات الاقتصادية التي تضرب ابواب دول اخرى ادت الى اهتزاز سلطة بعض الحكومات وصعود شعبية طيار اليمين المتطرف ففي ايطاليا ادت الازمات الاقتصادية الناجمة عن حرب اوكرانيا لرحيل حكومة ماريو دراقي واستما خاوف من ان يسيطر الطيار اليميني على الحكومة المقبلة وعندها قد يمثل الامر هزة قوية ستلقي بضيلالها على القارة الاوروبية باسرها اشتركوا في القناة